السؤال بعد كده بيقول عايزة أسأل هو لازم نحفظ القرآن الكريم كله حفظ ولا لازم أعرف أقرأه بالتجويد وده المؤمن لا المسألة بإني ليس كل الصحابة حفظ القرآن الكريم بس كده أنا مش بشجعك على أنك أنت متحفظيش القرآن الكريم لا 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 خالص أنا بقولك بس عشان أنت بتقولي هو لازم حفظ واجب ولا لا مش واجب علينا لكن إيه الواجب علينا أن احنا لا هنهجر القرآن فهجر القرآن حرام فواجب علينا أن القرآن دائما يكون قريبا من قلوبنا فنعمل إيه بقى نعمل نقرأ القرآن بحسب الطاقة وعلى فكرة احنا عندنا وسعى محدش يقولي والله أنا أنا في طقتي أن أنا أحفظ الصور الصغيرة لا اجتهد طب اجتهدك في أنك أنت تحفظ صورا من القرآن ده يفتح عليك أبواب الخير كله لأن يحفظ القرآن وتعلم القرآن وتعليمه من أجل أبواب الجنة ومن أعظم أبواب الرحمة والفضل والنعمة ولذلك إحنا بالنسبة هو أنهي الأفضل طلبة العلم طبعا الأفضل لا أنهي تحفظ القرآن لو غير طلبة العلم الأفضل لهم أنهما يعملوا اللي هما يدوموا عليه يعني هو لو مش يدوم على حفظ القرآن ويدوم على قراءاته بالتجويد كيف هذا الأفضل لهم لكن هو أصلا عندنا قاعدة في الفقر بتقولي الجمع هو أولى من الترجيح أننا أحاول أحفظ وأنا بقرأ بالتجويد ده بالعكس قراءة بالتجويد بيتساعد على الحفظ لأن الجمال بيساعد الإنسان على التعلق بالشيء فإذا أنا قرأت بالتجويد قرأت بالتجويد دي باب من أبواب مساعدتي في الحفظ وساعدتي على أننا أصل إلى مولانا سبحانه وتعالى فلذلك يبقى الحل وإيه؟ أننا أتعلم التجويد وأحفظ إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى وأحفظ ما أستطيع وأحفظ ما أستطيع